السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي احلى متتبعات ومرحبه بكم في القناة الفيديو اليوم ما شفتوه في العنوان وهي برر كريم او كريمة الزبدة اللي معروفة بزاف في تزيين الحلويات كما الكبكيك ولا الموفن ولا حتى في تغليف الكيكات وصفة سهلة مهلة رح نحضرها معكم اليوم لانه طلبتوها مني بزاف بزاف من بعد هذا الفيديو هادو الكبكيك كاني شاركتهم معاكم في الفيديو اللي قبل هذا اللي ما زال ما شافتش الوصفة والفيديو تدخل للقناة وتجبر الفيديو وكذلك رح نشارك معاكم في اخر الفيديو بعض النصائح ما هما الكريمات الملح اللي نشريوهم هنا في امريكا يعني رح تكون بالنسبة البنات اللي بعتولي في الخاص وساكنين هنا في امريكا وما يعرفوش ما هما احسن الكريمات اللي يشريوهم المهم يا البنات ما نطولش معاكم بزاف ومشي ونشوفو الوصفة وطريقة التحضير برك تفرجو الفيديو من الاول الى الاخر بسم الله وعلى بركة الله واش نحتاجوا في الوصفة نحتاج اليك خامشيز 226 غرام نحتاج اليه الزبدة بدرجة حلالة الغرفة هذا كل الزوج الجيني 226 غرام نحتاج اليه السكر النعيم فيها قريب كيلو يعني 950 غرام اي عطر ولا فانيلا ونحتاج اليه كريمة الخفغ انا راني مطلعة شوية لانه كنت خدمت واحدة حلوة ونستعمل هاديك اول خطوه هي نحط الكمية الكمية تكون متساوية بين كريم خامشيز مع الزبدة نخفقه مع بعدياتهم البعض ونضيف العطر والفانيلا ونبدأ بالتدريج نضيف السكر النعيم يعني ماشي ضروري تسيروه ونبدأ نخفق حتى نتحصل على هذا القوام شوفوا اللي بنات جيمتماسكة اهنا واش راح نضيف هنا اذا كانت عندكم كريمة السائلة ضيفوا واحد كوياخ حتى الزوج تاع الكريمة السائلة ولكم انا راح نضيف هذه اللي كانت بقيت لك وتحضرت بها واحد الحلوة راح نضيف هادول لهم بقيت لي الهدف منها وهو ان الكريمة ديالكم ولكريمة الزبدة تجيبينينا منكهة وتزيد يعني انتو ما تحكموا في القوام ديالها يعني اذا راكم حابينها تجيكم خفيفة اكيد ضيفوا شوية تاع كريمة الخفق السائلة باش تخففها لكم شوية شوفوا اللي بنات القوام كريمة روعة روعة جيكم بيضة 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 وبنينة وهدي تستعملوها في تغليف او حتى حشوة تاع الكيكات نمشي وللنصائح حبيت نقول لكم اللي بنات بان نمشي كريمة كريمة الخفق او خمشوندين لا لا هذه هي ويبينك كريم ويبينك كريم هي اللي جيكم عادة وتقيلة لكن ثانية اللي وريتها لكم لا لا هذه المتصلح يعني يجيبوا هذه البلوة هذه بالنسبة للعلب ولا شروا هذه السائلة كاتبين فيها هذه ويبينك كريم هي اللي جي روعة هنا مثلا انا راني حابة نطلحها ايما تطلعوها بالحليب ولا بحليب اللوز هذه صراحة تنهيلة بالحليب تعلوز وراكم عارفين انه هو هيلتي على الحليب العادي يعني الكمية يكونوا كاتبينها لكم في العلبة في العلبة يكتبون لكم مثلا هذه الساشي شحال خصكم تعملوا معها الحليب ويانسور لازم يكون بارد انا عملتها بالحليب تعلوز الكمية اللي طلبوها مني فورا نصف كأس مع هذه العلبة وتجيني تقيلة بهذا النوع ونضيف اي عطر اني حبتو لفانيلا لكن اللي وريتها لكم من الثانية هذه اللالة هذه خفيفة بزاف يعني ما تصلحش بين الطبقات لانت راح تدوبلكم وراح تهبط ما تصلحش نهائيا هذه بارك عملوها في الدساء يعني تعملوا صلاة دو خوي ولا اي كرام دو شوكولة واذا كانت عندكم وحبتوها تجيكم تقيلة يعني مثلا اذا طلبوا منكم انكم تعاملوا مثلا يقولوا لكم كأس حليب مع هاديك الساشية وما عملون نصف كأس باش تجيكم شوية متماسكة وإلا شريو اللي كاتبين فيها وبين كرام هي احسن نوعية وهنا حبيباتي يكون خلاص الفيديو تنهار اليوم اتمنى ان شاء الله انه يكون عجبكم وكل عدائي دا عجبكم ما تنسوش دعمونا باللايك ازديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ومع اليمن قلكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله والسلام